يعني رسول اللہ صلیم كان دائماً يعلم الناس ان المسئولية كامل على الصحابة و لزائك رسول اللہ صلیم امر الناس ان هم يوطنوا انفسهم و خلي بلا حاضرين اشوف كلمة وطنوا انفسك علاقة بقضاءة الوطن يعني كاان اخليك للجزور فطلب منهم رسول اللہ صلیم ان يوطنوا انفسهم ألا يكون إمعها ألا يكون إمعها بمعنى ان هو ما يكونش إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءه أساءه لا يوطن نفسه على أنه يكون إيجابيا يكون هو وكأني أبقول كن أنت وطنا ما ينفعش أن أنت تكون بثقافة القطيع لابد أن أنت تكون مبادر ومحافظ كل واحد فينا لابد أنه يتمثل أنه هو واقف على الصغر أنه هو مرابط وخاصة في هذا الوقت هذا الوقت ممكن يقول للنفسه دكتور أنا فرد هعمل إيه أو أنا صوتي هيضيف إيه والله إن إبراهيم كان أمة إحنا تعلمنا في ثقافتنا أن فيها يسمى الفرد الأمة أنا دايما بقول أن الفرد الأمة هو من يتحمل هم الأمة إحنا عندنا الأمة المصرية دي أمة عجيبة ولابد أنه إحنا نحافظ على هم هذه الأمة فالأمة دي كلها كل من سيحمله هم هذه الأمة المصرية ويحافظ عليه سيكون فردا بأمة وعشان كده أنا كنت بستدعي فكرة فروض الكفاءات إن الواحد ما يجيش يقول لي أنا فرد إنت فرد هتاخد سبب الكل فما تتعملش بهذه المسألة الأمر الثاني إنه هو في الحقيقة المسألة مش مسألة أنت ما الأثر الذي سيحدث بس الأثر الذي سيحدث أثر كبير لكن نحن لا نرب الناس على أنهم يصنعون الأثر الأثر بيد الله سبحانه وتعالى هذا الحفاظ سيكون بيد الله وإحنا على فكرة في الدولة المصرية هنا عندنا عندنا معنى مهمة أوي نحن منتبهين دائما أنت به أنت به نحن بالله نحن عقدتنا إنه نحن بنأخذ بالأسباب كلنا عقدتنا من أول رأس إلى كل رؤوس كلها بتقول إن هذه الدولة تحيى ومحروصة بالله سبحانه وتعالى فالنتائج ما تجيش تقول لي أنا فرض لا 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 خالص الله سبحانه وتعالى أدّم عليك لن أنت واجب عليك أن تؤدّم عليك وأنت لا تؤديه لأنه ما عليك ولكن تؤديه بفخر وبعزة وبيقين بالله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى يجعل الشخص نحن عندنا في حضرة النبي يقول ويأتي الرجل ويأتي النبي وليس معه إلا واحد ويأتي النبي ولا يسمعه أحد يعني إيه اللي حاصل يعني هؤلاء الناس عاشوا للرسالة وللأمانة وحدهم فالمسألة مش كده المسألة أنك لابد أن تعرف أنك ما تقوم به الله سبحانه وتعالى يعظمه لازم نفهم كده أنا بقول للشخص اللي بقول أنه أنت واحد رسول الله سمألنا حديث يخليك تفهم فكرة المشاركة من الواحد بتسوي إيه إن الصدقة تقع في أمين الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبال فبلاش الطريق دي في استبعاد ربنا من المعادلة هذا غير صحيح أنت لابد أن تكون صاحب يقين وعندما تشارك في هذا الوطن وإحنا كده إحنا ناس لما بيقول لنا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم إحنا على طول فزدهم إيمانا إحنا عندنا هذا الأمر وبنقول الحسب أن الله هو نعم الوكيل فأنت ورايح مشارك فأنت في الحقيقة أنت مع الله شكرا لكم